اه اولا المستشاري يستجيب الاعضاء الجامعية عمية ده مش جديد عليه وده الفارق بين رئيس نادي مكتبه المفتوح لكل اعضاء نادي الزمالك وبين رئيس لجنة اه كان يقولك انا لا تعامل مع الاعضاء تاني يا كريم نعم ده الفارق بين رئيس نادي مكتبه مفتوح لكل اعضاء النادي حتى الاطفال بدون استئزام بيدخلوا وانت شفتك كريم وبين نعم رئيس لجنة يقولك انا لا تعامل مع الاعضاء نعم ودي كانت يعني موقف صعب وقاسي على أعضاء نادي الزمالك وكاد يفتكوا بيه والدرجة بعدها بقى يدخل من الأبواب الخلفية أنا أقصد الأستاذ حسن لبيب لكن المصدر المرتضة المصدر عنده يعني مطالب أعضاء الجماهير ومطالب الجماهير أوامر فورا استجاب لهم ودخل على إزاي جات الفلوس وإزاي حصل الاشتراك المهم من الخدمة دخلت نادي الزمالك وزي ما قال صبحي نادف كارسي قال نادف أزمة زي ما قال صبح عبدالسلام ماشي النادف أزمة أزمة تتحل إزاي؟ تتحل إنه فيه واحد صامد اسمه المستشار المرتضى منصور مستمر مش هيسيب حق الزمالك هو دخل في مسألة شخصية بيدور على حق شخصي ليه لا ده سايب مكتبه سايب أحفاده سايب أمواله وجايب يدافع عن نادف الزمالك عاوز أقولك حقيقة كريم الزمالك ما بقالوش قوة قوة نافذة بتدافع عن حقه غير في وجود مرتضى منصور قبل كده الزمالك كان مستباح كان مستباح من الناس كلها كان الزمالك يتخذ منه نادر القرن كان يتخذ منه ألقاب كان يتخذ منه بطولة دوري كان يتخذ بطولة كاس ولا يتكلم كان يتظلم من حكام ما حدش يقدر يتكلم تخطف لعيبته لعيبته تتخذ منه على السلالم ولا حد يقدر تكلم ماشي؟ فما ينفعشي دلوقتي انت جاي مش لقي حاجة تعملها فتحجز على أموال وبعد انت ازاي كنت تشجع وتقولي درجة تالتة ده انت حضرتك ما دخلتش النادي أصلا ولا شجعت حيما وانت اللي قلتها لي انه هو أصلي ده صاحبه ومش صاحبه الزمالك مؤسسة مصرية للرياضة في مصر الزمالك جناح مهم وقلت بمهم للرياضة المصرية لو حصل حاجة للزمالك الرياضة المصرية هتحصل لها حاجات نعم فلازم ناخد بالنا من الزمالك انا احيي المستشار المتباصل انه صامد حتى الان رغم الحجس وبيدبر الفلوس وان الفرق الرياضية بتكسب فرقة اليد دي اللي كسبت النهاردة قبل كده كأيام اللي جان قعدوا بخدوش مستحقاتهم وكافحوا وخدوا الدورة نعم ما فكرونيش في المستحقات ده اللي بيتعمل دلوقتي مؤسسة الزمالك نادي الزمالك العريق بجماهيره وبأعضاؤه حتستمر الحياة فيه رغم أنف الحاقدين والكرين نادي الزمالك